أهلا وسلام فيك باديع حلو صفة واسيم أنا خيّ اسمه واسيم على فكرة باديع بتوعدني ترجع جديدك ما إلى زمان عم نشوفها على الشاشة تخبرنا عنا مع مين تعاملت كيف أصداءها لحد اليوم قدامت فائل فيها أغنية بتوعدني إلى شي شهر وصورتها على طريقة الفيديو كليب مع وليد نصيف هي كلمات وألحان وتوزيع شادي أبو سعيد خيّ خيّ وأغنية أنا كتير بحبها على فكرة هاي الأغنية مسجّلة من سبع سنين مكتوبة ومسجّلة ومسجّلة وحطت صوتي عليها حتى جينا أنه عبي يقول لي كان شادي أنه بتعيد صوتك أنه إلى سبع سنين قلت له لأ أنا بدي هيدا الأحساس ما عالت الصوت أبداً المكساج ماشي مثل ما هي نزلت بسبع سنين ما تغيرت الموسيقى هي هي قوّتها كانت بتوعدني هي قوّتها أنه ما تغيرت يعني حتى موزعين أنا بتعامل معهم مثل رجي خوري وداني حلو سمعوها يعني حتى هني كانوا متفاجئين أنه هي عمرها سبع سنين ما خفت من الموضوع ما خفت أنه تنزل أغنية مقتنع فيها من سبع سنين والقناعة الموسيقية بتتطور يعني و بتتغير لأنها كلاسيكية أنا بقول لك يمكن لو كانت أغنية شعبية رأسة بيتغير شوي سيستام الإقاع طريقة التوزيع أنا بوافقك ممكن كنا حنرجع نعيد كل شي بس كأغنية كلاسيكية بتعيش أكتر و شادي كان بوقتها طريق التوزيع إلى الأغنية كتوزيع موسيقي كان متطور فيها يعني كانت سابقته سابقة عصرة كان عنده شي حالة نفسية عم بعيشة لكتب الأغنية و فعلاً كان عنده حالة كان و أنت و أنت عبرت عنا بصوتك عم نشوف الكليب وراك على الشاشة المشاهدين عم بيشوفوه خبرنا أصدق الكليب كيف و قداموا بسوط بنتيجة الكليب أنا صراحةً بيقول لك بالنسبة لإلي هيدا الكليب هو أكتر شغلي أنا كفيديو كليبات عملتها مش معناته الكليبات اللي عملتها قبل مع المخرجين بوجههم تحية محبيتهم بس هيدا أنا بيمسني بيعنيه لكتير الكليب بتوعدني و عم بيلاقي أصدق و أهم شيء قدم للأغنية يعني خدمة خدمة للأغنية الكليب مقطيبة حلو بس كان الأوديو سابق بدي أحكي عن هالأغنية كمان مقطيبة ولكن قبل ما ننتقل لأغنيك الثاني خلينا نسمع مقطع هيك منك بستوديو من تعدني ترجع شو رأيك شو رأيك أحكي روحي وخيالي صار لي مدي لحالي أحكي روحي وخيالي يا دنيش وغريبي سرقتي مني حبيبي عايش قدري ونصيبي وحدي أنا أنا وينك يا أمر الليالي نطرق بديع قدي بيعني لك أنك نلت كأس فريد الأطرش من 98 وقدي بيعني لك أنك كنت ببرنامج مواهب وقت ما كان ما كتير في برامج مواهب مثل اليوم البرامج المنتشرة وشو رأيك بالبرامج المنتشرة اليوم ثلاث أسئلة كتير بيعنيني الموضوع لأنه كان البداية الحقيقية كنت أنا غني من قبل بس شي أحطه جدي أنه أنا بدي أعمل أغنيات خاصة وإحتراف وصار عندي هذا الطموح الشهرة من بعد كأس النجوم وخصوصا أنه أخد كأس فنان كبير مثل أستاذ فريد الأطرش هاي دي كمان بتحملني مسئولية وبالنسبة لبرنامج كأس النجوم أنا بيعتبره بوقتها من أصعب البرامج لأنه كان مباشر على الهوى يعني هيدا المشترك ممنوع الغلط الغلطة تشاطر بألف صحيح غير كان فيه بروغرام ستوديو تتذكر من معك كان بالدفع هيك إذا أسامي اليوم نتذكرها أنا وياه كان فيه الفنان من الحمزان من الحمزان ووجه له تحية أنا بلشت صدقتي مع الفنان من الحمزان بهذاك الوقت الفنان من الحمزان أخذ كأس عبدالوهاب موسيقار محمد عبدالوهاب طيب اليوم تابع برامج المواهب شو اختلف بين البرنامج اللي أنت فيه واليوم قد اليوم بتحس فيه إيمي لهالبرامج أو ما في إيمي فيه تجارة ولا ما فيه تجارة عن جد عم بيخرجوا مواهب ولا عم بيتاجروا بالأصوات مثل ما البعض بيقول أنا برأيي فيه شغلتين فيه تجارة وفيه أصوات عبتطلع ما منا نقول لا بس فيه مشكلة أنه ما عبينعطى وقت بين البرنامج والتاني يعني اليوم بالسنة عبينعمل ثلاث برغمات وقدي عبين يخرجوا أصوات طيب وينهم هالشباب أو الصبايا هالأصوات المواهب عم ننساهن الناس عبتنساهن هاي مشكلة كبيرة ما حدا عب يتابعون فلو عبينعطى فترة بين البروغرام والبروغرام والتاني يعني مثلا إذا بنا ناخد هيدا البروغرام كل ثلاث سنين يناعمل ساعتها اللي بيتخرجوا بياخدوا حقهم نعم اللي بيتخرجوا منصير نشوفهم أكتر بينما كل سنة فيه أكتر من البروغرام عب يطلع كتير الناس عب تنسى ما عب تلحق تحفظ بدي أسمع ماء أطيبة من بعد بدي أحكي عنه شو رأيك تكلم معي بهديكي يا واجهله أكيد تحية لسليم عصاف أكيد والموزع داني حلو يا أمي ما أطيابة عينيها فيون كهرابة واجه بيشبه نور الشمس الهيئة الشمس بتقرابة يا أمي ما طيابة حركات مش معقولي كبيري وبعد طفولي حركات مش معقولي كبيري وبعد طفولي بالهضامي مجبولي يانا من غير سكر بشرابة واجه بيشبه نور الشمس وهيئة الشمس بتقرابة يا أمي ما طيابة أمي ما طيابة كانت بالنسبة لإلي كاسم بديع عند الناس نعم عندك شركة إنتاج هيدا السؤال وين شركات الإنتاج هاي صراحة مشكلة كل الفنانين مشكلة الفنانين الكلاس أي مثل ما يقولولون ومشكلة الفنانين اللي عبيبلشوا عن جد ما بقى في شركة إنتاج وحتى بتعرفي شغلي الموجودين الشركات الموجودين عم بتأثر مع الفنانين الماضين معهم يعني أنا ما بعد ما أطيابة إيجاني عرض شركة إنتاج نزلت اجتمعت فيهم أنا عم بحكي مع المدير الشركي طلعت إخر شيء لقيته كأنه عم بيقلي أنه إحنا بننتج خمسين بالمية وأنت بتنتج خمسين بالمية يعني الشركات الموجودة الفنانين الماضين معهم مع بيعطوهم المساحة إذا أنا أغنية معينة مثلا عجبتني سمعتها من ملحن وسائبة هالأغنية شوي هذا الملحن طالب فيها سعر شوي زيادة عارف أغنية قوية بتجي شركة الإنتاج بتقل له للفنان أنه لأ نحنا والله هيدا المبلغ ما فينا ندفعه يعني بطريقة غير مباشرة بتقل له آه نحنا بندفع لك هيك والباقي أنت تقفعه من جيبتك وهذا الشي عم بيتردد مثلا على الفيديو كليب على الماركتينج فلهيكي أنا بفضل أني ظلني أنتج لحالي لأنه أنا بطريقة إنتاجي صاروا الكلب يعرفوني خصوصاً بلبنان أني أنا بحط قلب الإنتاج فلهيكي بفضل أني أنا ظلني أنتج لحالي ليجيني شركة ترضي طموحي واللي بديه بديه إن شاء الله يعني بدي أتمنى لك كلب توفي قبل ما إنهي معك بدي أسمع كمان بعد مقطع منه أي أغنية بتحب تسمعنا بسامعك ولو عشقك يأ والله وعشقك عيني يا أيوة بيجنون عشقك ولا شيء في الدنيا دي يبعدني عن هواك يلا حبيبي سوا نعيش أكمل هوا قربك هو الدواء والدنيا لقيتها معك والله والله عشقك عيني يا أيوة بيجنون عشقك ولا شيء في الدنيا دي يبعدني عن هواك اشتركوا في القناة